في المغمل كده الكولا، الكليتين، الكليتين إزاي نحافظ على سلامتهم؟ لأنه هم من أهم الحياة الموجودة في أجهزة جسمنا ومهم جداً، لأنه بتضر حاجات كتيرة جداً لو فيها خلال بتوقع حاجات كتيرة جداً إزاي أنا كمريضة أو بلاش مريضة؟ إزاي أنا كإنسان عادية عايز أحافظ على الكليتين بتوعي؟ عداد سليمة عداد سليمة بالنسبة للكليتين هم عوضوا حساس جداً في تقدير أننا ربنا خلق كليتين علشان الكليا الوحدة بتبوز بسرعة الكليا من الأعضاء اللي بتبوز بسرعة جداً بس مطلوب من أي مريض قاعدة سابت المية تبقى كتير جداً الملح يبقى لأي ده أساسي، ده أي إنسان مش أي مريض وأهم حاجة في كمية المية الكتير ده هي تكون بانتظام يعني أنا روح أشرب إزايزة المية كلها وقعد 24 ساعة مشربش مية لا، ده كان مش شابتش كتير يعني كل نصف ساعة تقريباً يا دكتر ده رقم واحد، ده رقم اتنين كمية الملح اللي دخل الجسم إن رأي ربنا في الملح لأن الناس بتاكل ملح كتير ومن الغايب عن الناس هو حكاية الملح مش موجود بس في حاجة الطعامية حادثة يعني مثلاً الملح ده إحنا يهمنا فيه أو يهم الكليا فيه الصوديم الصوديم ده هو الواجب بتاع الكليا يعني الكليا بتصحى من النوم الصبح أنا عايزة أطرد الصوديم الزيادة فالصوديم ده موجود فيه؟ هو موجود طبعاً في الأساس فمالح الطعام لكن موجود بكميات غزيرة جداً في حاجات تانية زي إيه؟ زي المياه الغزية المياه الغزية دي فيها محتوى من الصوديم عالي جداً دي كارثة دي فانت بتجي تشرب كميات كتيرة من المياه الغزية أنت بتضر الكليا بشكل مباشر كميات الصوديم كتير معلش شعورت حكناً الحاجة التانية الوسط الحميضي اللي هي بتعمله مطلوب من الكليا أنها تطرد البروتون فأكبر بردن أو أكبر لود على الكليا اللي هو الكولة والبيبسي والمياه الغزية عمولي الصوديم مشكلة